اشتركوا في القناة وجاء في تدوينته على تويتر ان اعين العالم ستتبع هذا الحدث الدولي المتميز وان المغرب حاضر بقوة فريقا وجمهورا غير ان بعض المؤشرات تفيد ان خصوم المغرب قد يدفع ببعض بلطجيتهم ليندسوا وسط الجمهور بالوان مغربية داخل الملاعب وخارجها بهدف القيام بافعال تهدف المس بصورة وسمعة المغرب ودعا الى الحدر ويأتي ذلك في وقت يخوض المغرب اولى مباريته في كاس العالم امام كرواتيا الاربعاء المقبلة هذا وافدت صياق وبعد تدهل اخبار حول ان هناك بعض الجماهير الجزائرية التي تنوي القيام باعمال الشغب في مباريات المنتخب المغربية قالت منابر اعلامية قطرية ان السلطات القطرية العليا اصدرت اوامر بتطبيق القانون في حق اي شخص قام بشغب في فترة المونديالة وسيتم تطبيق القانون القطري عليها وبالعودة الى القوانين القطرية فان اي تجمهر انقلب الى شغب عقب كل من اشترك فيه بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرما لا تزيد على الفي ريال او بالعقوبتين معنا نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء